اشتركوا في القناة بل لعله يمكن هذا مكمن فقر الكتابات السودانية احداث كوبرا اكتوبر مثلا لم نجد كثير من كتابات الانتفاضة مثلا وكذا لكن هناك ايضا قضية من اكبر القضايا رئيسة اعتقد متعلقة بالنوبة في شمال السودان طبعا كلنا نعرف السد العالي في مصر الذي كان من اثاره تهجير او دعنا نستخدم تعبير اخر غمر منطقة ذات غينة تاريخي وثقافي واجتماعي لصالح هذا المشروع الكبير ما يعرف بهجرة النوبيين كتاب هذه الحلقة سادع الضيف يشرح لنا اكثر هو بعنوان هجرة النوبيين تأليف حسن ضفع الله ترجمت الاستاذ عبدالله حميدة خلونا نعرفكم بالاستاذ عبدالله تخرج الاستاذ عبدالله حميدة مترجم هذا الكتاب في الاداب من جود الخرطون في العام 1970 كما انه عمل اداريا في خدمة المدنية منذ العام 1971 وحتى العام 1978 في مواقع عديدة وايضا كان عضوا للبرلمان السوداني من 78 حتى العام 1981 ويعد احد مؤسسي بنك التضامن الاسلامي من 81 ل85 ومستشار اعلامي واداري ومالي ومن ترجماته ايضا في الوراء كنا تشرفنا بالجوليس اليه قبل سنوات حينما ناقشنا معه كتابه الحملة على ضنجلة والسنة سعد الله ورحبك في الوراء الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لك الشكر استاذ غسان وتحياتي لسوداني 24 ولكل الوراقين في كل زمان وفي كل مرحبك كتاب الهجرة النوبيين هذا هو عنوان الكتاب والمؤلف الإداري حسن ضفع الله خلينا نعرف الناس مبدأ بالمؤلف وبعدك ندخل أكثر في الكتاب من هو حسن ضفع الله المرحب حسن ضفع الله هو إداري ومن أفذاز الإداريين السودانيين ولد سنة 1924 وتوفى سنة 74 توفى عمره 50 سنة يعني عندما نوصل بقى مدير مدرية كان عمره 50 سنة وقرأ في جامعة الخرطومة ما تسمى جامعة الخرطومة الآن كانت كلية غردون كلية غردون جرأ آداب في كلية غردون ثم انتقل إلى مدرسة الإدارة والبوليس يعني هو تخرج من مدرسة الآداب سنة 46 سنة 47 ليس مدرسة الآداب والبوليس وتخرج سنة 47 ضابط إداري في أدنى السلك الإداري وعمل في مناطق محدودة في السودان اشتقل في الجنوب في عالي النيل واشتقل في النيل الأزرق دين المحططين الأولانيات بعد أن ترقى قليلا نقل إلى حلفة ليكون أول معتمد لتهجير أهالي حلفة بيقول مقدم الكتاب اللي هو الأنثبولوجيست إيان كينيسون بصفحة الثلاثة كان عليه أي على حسن ضفع الله أن يقوم بإجلاء خمسين ألفا من السكان وأن يعاوضهم عن أراضيهم ونخيلهم وأن يتعامل مع معارضي التهجير وأن يواجه الوضع الناجم عن رفض المسؤولين لنصائحه وكان عليه أن يحرك البواخر العتيقة عبر الشلالات وأن يرعى أفرادا من بعض الأسر الأجنبية المالكة وأن يصنف المشاكل التي تواجه إثنتين وعشرين بعثة أثرية وأن ينسق حركة خمسة وخمسين قطارا وأن يخرج رفات عثمان ديقنا من قبره إلى جانب كل هذا قام بما قد يعتبره البعض ليس ضروريا حيث أنه واضب على تسجيل يومياته الكتاب ده كتب الإنجليزية نعم كده يحكي ليه قصتك معه أنت لميت فيه وين وليه خطرت الترجم من نفسك كده الكتاب ده أنا حقيقة اللفت نظريه تقريبا في التزعينات طيب وكان صدر سنة خمسة وسبعين سنة خمسة وسبعين بالإنجليزية باللغة الإنجليزية بعد وفاة المؤلف بسنة بسنة يعني رحمه الله ما شاف الكتاب ده مطبوعا هذا الكتاب يعني الحقيقة لفت نظريه فيه هو تجربة غير عادية في التدوين وفي الكتابة وفي الموضوعات لأنه قام بالتوثيق وبالتدوين لتجربة تهجير أهالي حلفة في 25 فصل تناولت تقريبا كل الجواني كل الجواني أكثر من الجواني باللي تتحدث عنها بروفيسور كينيسون هو طبعا هذا الكتاب يعني أنا حصلت عليه في مكتبة من المكتبات قبل أن أحصل عليه في مكتبة من المكتبات نسخة عارني إياها أخذ أحد الإخوة وأخذها مني بعد ذلك خرصا عليها لأنا كانت نسخة نادرة جدا نادرة وحقيقة في فترة من الفترات كان في مكتبة اسمها مكتبة قبل خضراء أيها في مدانة أمم تحت صحيح فليقيت الكتاب ده موجود فيها فسلفت منها على الاعتبار أنه أنا عندي معاه سابقة معرفة الكتاب ذاته فشيلته قريته تاني أنت أبني إحساس قوي جدا بأنه الكتاب ده لازم يترجم لأنه أساسا أنا ما لأقا أنه يترجم يا أول ترجمة أنت قم تبقى أصلا من اللغة من الإنجليزية ما ترجم نعم لم يترجم طوال هذه الفترة من 75 أيها يعني نشوف من 75 25 سنة هذه الكتاب طبعا صدر سنة 2000 أيها ترجم صدر سنة 2000 أيها الفترة اللي دي كل الكتاب ده كان طبعا نسخ وبيعت منه حدودة نسخ محدودة طبعاته جامعة أكسفورد لكن الناشر دار الناشر بجامعة الخرطوم نفدت كل طبعا حتى أنا لما قريت الكتاب ده في المرة الأولى مشيت للناس دار الناشر بجامعة الخرطوم أبحث عن نسخة قال لي والله ما عندنا ما عندنا ما عندنا فنفد تماما فلما لقيته في المكتبة طبعا هو وصل للمكتبة عن طريق شخص ورسة الورسة بتاعته هو وصل ورسة إنه المكتبة بتاعته سمشي للنفع العام للنفع العام فجابوه لمكتبة الكوبة الخضراء اللي هي مكتبة عامة كانت فأنا الحقيقة فوجيت لما لقيت الكتاب ده فشيلته وقريته تاني ووديت أترجم فيه دي النسخة جبتها لينا مش؟ النسخة الإنجليزية دي؟ نعم دي النسخة دي النسخة إذا المخرج معاي دي النسخة الأصلية دي النسخة الأصلية صدرت صدرت سنة أربعة و سنة سنة خمسة و سبعين دي النسخة الأصلية دي اللي أنت ترجمت عنها الكتاب نعم حتى هو كاتب هجرة النبيون اللغة العربية معه صحيح؟ في الترجمة المتعة لكن الأدقة منه كلمة تهجير وليس تهجرة الهجرة ما مزألة طويلية ها في فعل هنا نعم سلطة التهجير نعم عشان كده قمت أضفت في الترجمة المتعة سميت قصة تهجير أهالي حلفة عنوان الكتاب هجرة النبي هيدا عنوانه الأصل لكن السبتايت عنوان الجانبي قصة تهجير أهالي حلفة حاولت أفسر لقيت الكتاب مصادفة أنعج ذاكرتك بأنك إنت قرأته من قبل لكن هنا في السؤال قولي ما تسترسل في القصة نعم القضية قضية سودانية والإدارة سودانية ليه كتب بالإنجليزية؟ أيوة الحقيقة فيه اجتمامات كانت من بعض الجهات الثقافية الأجنبية زي البريتش كاونسل في السودان نعم الغربيين بيهتموا جدا بالظواهر الجديدة وبتوسيق الظواهر الجديدة أيوة صحيح لفت نظرهم قبل أن يلفت نظر السودانيين أيوة أن هذه التجربة لابد من توثيقه لابد من الكتابتها وتدوينها أيوة فعرضوا عليه على حسن ضفع الله حسن ضفع الله رحمه الله أنه يقوم بتدوين هذه التجربة لتطبح في كتاب اللغة الإنجليزية ومنحوه منحة منحة ليذهب إلى بريطانيا ليكونوا متفرقا لكتابة هذا الكتاب فذهب إلى بريطانيا فساعد أنه هو كاتب يومياته نعم وذاته التقليد ده غريب شوي نعم هو حقيقة التقليد ورس لأنه بالنسبة للإداريين السودانيين الأوائي الليل منذ غردون في القرن الثامن عشر أيوة كان الإداريين بيكتبوا من قرن الثالث عشر يعني تجاربون وذكرياتون وكده غردون كان عنده حاجة اسمها يوميات غردون بيكتب يوميا طبعاً حصرت بعد ذلك السيف والنار بتاعه سلاطين بعد ذلك الإنجليز نعم الإداريين والهوردر وكل السجناء دير كتبوا يومياتهم نعم كتبوا يومياتهم خصوصاً الإداريين يعني الإداريين بعد ذلك في الحكومة الثنائية ناس جاكسونو ناس هيل السنو ناس ماكمايكل كلهم كتبوا فيهم جوانب فيه ناس كتبوا يعني ما سجلوا تجربتهم الشخصية ولكن قاموا بحثوا في الثقافة السودانية بدأنا ولك إنه التدوين ده تقليد اتعلمون الإداري الدريطاني تقليد إداري سوداني بيقول كينيسون كانت مصادر الكتاب تعتمد على يومياته وعلى الأوراق الرسمية ويبدو أن اليوميات كانت عملاً غير عادي نعم فلم تحوي مجموعة واضحة من القرارات الإدارية التي تم اتخاذها فقط وإنما أعطت صورة جلية للانطباعات والأثر الذي خلفته منطقة النوبة على وجدان أحد موظفي الخدمة المدنية نعم القادم من مكان آخر نعم يقول اتجهت عيون حسن المؤلف يعني تعتك الذاتية نعم دوافعك الرئيسية عشان ترجم الكتاب كانت شنو أنا الحقيقة شعرت أقول من الكتاب ده عنده قيمة وميزة طيب أو ميزة متفردة جداً أول حاجة موضوعه تتكلم عنه كنسون ده اللي هو موضوع متفرع من تجربة واحدة هي تجربة تهجير سكان في السودان من شمال السودان إلى شرق السودان من أقصى شمال السودان إلى أقصى شرق السودان صحيح دي فيها مادة ديمقرافية مادة تاريخية مادة فسيولوجية يعني كل ده جانب ده جانب الموضوع بتاعه يعني تنوع الموضوعات وغزارته وأهميته ده الملفة الأول نعم الثاني الأسلوب الذي كتب به هذه التجربة وكتب باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية الرصينة وسبحان الله كتب باللغة الإنجليزية حديثة وعندما جاء لي بعض النصوص السودانية بعض النصوص الدينية زي آيات القرآن زي الحديث زي الشعير الشكرية في المنطقة بتاع الشكرية قام استعاد بإنجليزية كلاسيكية عشان تناسب طبيعة النص زمن النص يعني القرآن هو نص زمنه قديم شوية الحديث زمنه قديم شوية عشان ما ينقل الروح ده قام كتب بإنجليزية كلاسيكية زي الإنجليزية بتاع الشيكسفير قديمًا منقرضة الآن الآن صحيح ولذلك الكتاب ده موضوعه زائدًا اللغة نعم زائدًا اللمحات الإنسانية الموجودة فيه لأن الكتاب ليس معلومات جامدة صحيح الكتاب فيه جوانب عاطفية عالية عالية جدا فيه اهتمام بجوانب إنسانية صحيح والله زاخرة جدا هنعرض لها بالتبصيل هاي أخذ معك كم؟ الترجمة أخذ زمن كم؟ الترجمة أخذ معي سنة تقريبًا سنة سنة يعني بطريقة منتظمة كنت بقعت في اليوم تقريبًا زي ساعتين يومية ألزمت نفسي إنه وبتبور في كده طبعًا إجازات الأسبوع وكده وكده لكن ألزمت نفسي إنه في خلال عام لازم يظهر هذا الكتاب أو هذه التجربة والحمد لله وفقت في عام 2000 يعني قبل 22 سنة سطرت النسخة العربية لكن نرجع للنسخة الإنجليزية شوية النسخة الإنجليزية دي قيمة الحقيقية ليست قيمة محلية بتاع الثقافة محلية كتبت اللغة الإنجليزية وإنما قيمتها إنها ثقافة زاد بعد عالمي وبعد إنساني في المادة بتاعتها أنا لاحظت إنه جائزة الآداب التي تمنح في جائزة نوبل نوبل بتهتم بجانبين طيب جانب التجربة الإنسانية في الموضوع المعنى صحيح وجانب شاعرية الأسلوب وتفرد الأسلوب الذي تكتب به المادة أعيزوا الفاز بجائزة نوبل في الأداب الشرطين دي لازمين لما تكتب الكتاب ده بتلقي إنه الشرطين دي مستوفات تماماً في هذه المادة ولذلك أنا كنت صغرب إنه هذا الكتاب في الفترة دي كم دبلي يعني أنا ما زلت أعتقد الآن إنه هذا الكتاب الزمن ما فات ما بعرف الشروط هل كان فيه شروط زمنية لا 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 ولا لا لكن إذا كان فيه شروط دي ما زالت قايمة هذا الكتاب ينبقي أن يبدأ الناس في حجد الجهود وحجد الاستقطاب ليذهب هذا الكتاب ضمن الكتب والأعمال المرشحة لليعزة نوبل فيما يتعلق في مستوين وده أسمع منك برضو بحكم خبرتك وإنت عملتك أيداري نعم وده جانب مهم لأنه بتقدر تقيم لينا كيف تعامل حسن دفع الله مع ملف بهذا الحكم أنت في رقبتك خمسين ألف زول مش كده نعم وعندهم ممتلكاتهم نعم ومواشيهم نعم ونخيلهم والأهم من ده عندهم زاكرة نعم مش كده كده كيف تقيم كيف أدار حسن هذا الملف قبل ما نخش في طرف طبعا زي ما قلنا قبل شوية حسن دفع الله أساسا خريج إدارة خريج متخصص ده عامل مهم جدا تمام لكن الذي يتخرج من مدرسة الإدارة بيسهب إلى الحكومات المحلية الشخص المنتمج إلى الحكومات المحلية عنده الفرصة بأنه ينتقل في جميع أنحاء السودان آه وبيكتسب تجربة 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 عالية الله عالية شديد ولذلك هو وظف كل ملكاته الإدارية من خلال الأكاديميات الدرسية ومن خلال تجربته هو زي ما قلنا قبل ما نمشي حلفا كان في الجنوب كان في الجنوب وكان في نيلة نزرق نعم وبعدين طبعا نزل الإداريين كانوا الإدارة اللي ما يودوه هو بشريط واحد بيمسك جزء من المركز يعتبر اليوم محافظة أكبر من محلية أكبر محافظة يعتبر اليوم محافظة تقريبا دي زي وظيفة المعتمد الآن يعني؟ زي وظيفة المعتمد دي وظيفة المعتمد دي وظيفة المعتمد لكن شنو يعني مثلا يودوه جنوب دارفور طيب أنا بذكر كان في مجلس يسمى مجلس غريفي جنوب دارفور هو الآن ولاية جنوب دارفور جنوب دارفور عنده يعني الصب أو مراكز فرعية فرعية للمجلسة مثلا زي بورام زي الضعين أيوا أيوا زي عدة الغنم دي يكون لها اليوم محافظات صحيح أو محليات الآن محليات اللي هي محليات محليات الآن محليات الآن وجزء منها بيقى محافظات أي صحيح بيترأسها أو بيديرها ضابط في أدنى سلم الإدارة إذن يعني شوف السقل بيكتسبها أي صحيح خبرة والمعلومات والتجربة اللي بيكتسبها من خلال الممارسة إذن من ناحية تكوين الفرد نفسه أيوا حسن الأستاذ الراحل الإدارة حسن ضفع الله كان مؤهلا جدا وأدار هذا الملف باحترافية عالية ونجح في مهمته نعم ده تقييمك يا أستاذ نعم نجح بامتهاز نجح بامتياز نجح بامتياز نجح بامتياز في مهمة الأمر نعم الرجل الرسولي يبقى مفتش مدينة أيوا حلفة أيوا لقى رقبته قدام قضية التهجير أيوا من هنا خلال ندل السوري للناس نعم الكتاب كبير يمكن فيه 400 أو 500 كم صفحة أيوا طبعا الأمر كله مرتبط بالسد العالي أيوا اللي هو سنة كم فكتم التفكير بالسد العالي تسعة وخمسين تسعة وخمسين طيب يعني أدي الناس الخلفيات أنه وقعت اتفاقية بموجيبة يفترض يحصلوا كده لغاية ما نريد أن نبدأ نشوف حسن التعامل كده طيب طبعا موضوع السد العالي في مصر هو واحد من المشروعات الكبيرة جدا اللي تاريخي قديم في مصر يعني مشروع السد العالي بدأ من بداية القرن العشرين تقريبا كفكرة وتعملت نصوحات وفيه خبراج وكده طيب لكن أصبح حقيقة في عهد الرئيس عبد الناصر كانت في مفاوضات من سنة اثنين وخمسين من أجلات الصورة المصرية لقيام مشروع السد العالي لكن مشروع السد العالي لن يقوم إلا باتفاق مع السودان أكيد لأنه سيغرق أراضي سودانية تمام وفيه حصة السودان ستكون كيف يعني فيه جوانب فنية خاصة بغري ارتبطت بالسد العالي والسودان طبعا طرف أصيل فيها حقيقة ما يعني لم يصل السودانيون في اتفاق على يعني ترتبات السد العالي وتداعياته إلا في سنة تزعة وخمسين في نغام تزعة وخمسين بعد ما يجيء حكومة الفريق نعم بعد ما جاءت قبلها كان في مفاوضات بعدها بسنة قبلها كان في مفاوضات مع حكومة بتاعت السيجيبين قبلها كان في مفاوضات انتهت لشنو؟ انتهت إلى أنه ما التفقوا ما التفقوا ليه؟ أيوه كان السودانيين طرحهم لحصة السودان من مياه النيت طرحهم للتأثير اللي حيحصل على السودان بقيامة السد العالي التفاصيل ما كانت معروفة يعني لكن يقول لك الناس ما التفقوا لأنه في الحاجة الفلانية لكن مسألة تعويض الترحيل له أو ترحيل أهالي حلفا بيغتضي صرف وتعويضات وإقامة وطن جديد ومعرفة حصة السودان بعد ما يقوم السد العالي التأثير بتاع السد العالي كان المفاوضة السوداني في الفترة ما قبل 59 متشدد جدا عاوز أكبر مكاسب من هذه الاتفاقية ما حصل على المزعلة دي وتجمدت المفاوضات ولما جاءت صورة الفريق عبود سنة 17 نوفمبر 58 بعد سنة تقريبا تم الاتفاق بدوا اتفاق مع المصريين يعني اللي عطى الاتفاق بين السوداني والمصريين أن الجانب السوداني ما كان موافق على ما قدم له من تعويضات صحيح كان يراء دون المطلوب أقلها نعم وحتى الحصة ذاتة الحصة ذاتة الحصة ذاتة الحصة ذاتة الحصة ذاتة الحصة في 59 موضة مهم للتاريخ هل قدمت حكومة الفريق عبود تنازلات لصالح المصريين في موضوع السد العالي والله أنا أفتكر إذا الزوال دائر يصل لهذه النتيجة يقرأ نصوص الاتفاقية عشان يعرف يعني يعني مثلا أضرب لك مثل طيب الاتفاقية عجازة من حيث المبدأ أن يقوم السد العالي طيب ما يترتب على السد العالي ده السؤال ده الجزء اللي نحن نتكلم فيه أنا الفول تسترع يترتب على السد العالي إنه في أرض السودانية هتغرق هتغرق في جزء كبير جدا مش المدينة ساكت وقراها بيدخل بتدخل بحيرة السد مئة وخمسين كيلو متر داخل السودان داخل حدود السودانية ده جانب اثنين انت عاوز تتعامل مع عملية بتاعة أرض بتغمر مدينة يعني 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 تجي تحت الموية وعندك ماذا ستفعل بالسكان أين ترحيلهم إلى أين مصالحهم أرضهم طبعا ممتلكاتهم ممتلكاتهم كل شي في حاجة ما بتتعوض اللي هي ارتباطهم بالمكان أنا أقول تلك الزاكرة نعم ارتباط الوجداني ارتباط الوجداني بالمكان دي كلها دائرة تعويض بس المصيريين حقيقة عرضا عرضوا فقط 15 مليون جنيه تعويض لتغتير كل الجوانب دي هم قالوا فقط بما فيها التهجير والوطن الجديد وكده هم يغطوا بس التعويضات الباقي ذاك ما ما اشتغلوا بيه ولا المفاوض السوداني يشتغل بيه المفاوض السوداني يشتغل بالجانب الخاص بعد التعويض ثم ماذا بعد التعويض ترحيل الناس زيل وطنهم وإسكانهم وإعادة توطينهم توطينهم والخدمات التي يحتاجونها والمعيشة والتنمية إذن اتفاق 59 دفع المصريين فقط 15 مليون لمقابلة شنو مقابلة التهجير لمقابلة تعويضات بس بدون تفاصيل تعويضات هل نطلع فاصل قصير جدا أستاذنا عبدالله الموضوع ده غاية في الأهمية ثم نعود لنواصل هذا الكتاب النقاش حوله هجرة النوبيين قصة تهجير أهالي حلفة رفقة الأستاذ المترجم الذي هو الترجم هذا النص هذه أول ترجمة عربية منذ صدور الكتاب في العام 75 أستاذنا عبدالله إحليدا ترجمة نانسي برمزة ترجمة نانسي برمزة ترجمة نانسي برمزة في هذا الكتاب أنه أنا على المستوى الشخصي على الأقل لم أقع على نقاش حقيقة أو كتابة سودانية أولت هذه القضية بوضوه هجنة النوبين كل هذا الاتمام وظل هذا الأمر في الظلام في الكتمان إلا لقراءة الإنجليزية إلى أن تصدل أستاذ عبدالله حميدا وأعاد تقديم هذا الكتاب في نسخة العربية لتعوم فائدة القراءة وبالتالي نفهم أكثر ما كتبه الإداري حسن طفع الله معتمد التهجير في هذه اللحظة الحرجة التي نقلت ذاكرة وسكان وأرض من أقصى الشمال إلى أقصى الشرق مرحبا بكم أستاذ عبدالله مرة الحقيقة التي نسبتها وندخل إلى الكتاب أنه فشلت مفاوضات الحكومة قبل عبود ثم جاءت 59 لم يلتزم الجانب المصري إلا بمبلغ فقط يواجه به التعويض بقية الموضوع ده كله وقع على عاتق الحكومة بعدين في ختام الحلقة ممكن نسمع تقييمك لمجمل عمليات التهجير حسن ضفع الله قديمة ما احتفاظنا باللقب عن أستاذ حسن إلى هذه المنطقة وما كان مشغول بس بالعمل المكتب الإداري الكتاب ده فيه الجوانب الاجتماعية طقوس الزواج وتفاصيل كثيرة جدا جدا يعني مثلا أستاذنا في الفصل السادس سماه السمات الشخصية للنوبيين المعاصرين إيج مثلا النوبيون يعتبرون من أكثر قبائل السودان مسالمة رغم قسوة الحياة وفقرها في المنطقة التي يعيشون فيها كرماء مهزبون حين يتعاملون مع الغرباء والأجانب فالضيوف يلقون منهم حسن الرفادة والتقدير ويطعمون عندهم بأحسن الآدان والشراب المتاح يجي يقول يمشي من خصائص النوبيين قال من النادر أن تجد قليلون هم البخلاء عند النوبة أيوة لملاحظاته هو الشخصية أيوة كذلك من خصائصهم النظافة فهم يكنسون منازلهم باستمرار ويلقون بالأوساخ في مكانه الصحيح ويجي يمشي يتكلم عن كله هل يستطاع حسن ضفع الله؟ هل كيف أنت تقديرك وتقييمك لملاحظاته الشخصية لشخصية النوبية؟ والله أنا أفتكر أنه حسن ده طبعا دراسته الأكاديمية حاجة أساسية زي ما تكلمت بها عن الإدار أيوة سعادته أي أيوة يعني وغير في الآداب صحي ولعله في الآداب قرأ أنسروبوليجا قرأ علم اجتماع علم اجتماع برفع وتجربته كإداري في مناطق من السودان ومعايشة أجناس مختلفة سحن مختلفة لمن جاء في حلفة حقيقة صدم به تجربة جديدة يعني جديدة عليها أو واجه تجربة جديدة حسن نقول صحيح هو طبعا رجل لماح ما شاء الله خالي رحمة الله و لاحظ الفرق والتميز بتاع الحلفاويين عن أجناس كثيرة في السودان حتى في الشمال ذاته يعني حتى في شمال السودان تميز الحلفاويين في مهن معينة في ثقافتهم في أخلاقهم حسن دفع الله قال السجن بتاع المركز مركز كامل المركز ده الليلة هو عبارة عن محافظة ما فيه غير 12 سجن المركز سجن ديل قال جلهم من الصعيدة الدخل السودان بغير وسائق سبوتية يعني حافز النوم فهو بيفتكر أنه يعني أخلاقهم ومسالمتهم ما بتخليهم يعتدوا على القانون أو يتجاوزوا القانون دي واحدة ميزة أساسية فيهم يعني دجاني بعد أن نتكلم يعني عن دور المرأة النوبية ده لفت نظر خالف لأنه هو زوله متجول في الحقول متجول في الأحيان بين القبائل السودانية في القرق في المركز بتاعه لاحظ أنه المرأة النوبية هي عامل أساسي في الحقل ليه؟ لأنه مش يبحث عن السبب وكان السبب ظاهر الحقيقة أنه الرجل النوبي نتيجة لضيق الأرض ونتيجة للبحث عن رزق أحتر بيتجي إلى مصر ويشتقلوا هناك في مصر يتكلم عن أنهم كان بيقولوا القطار الجامل السودان كانوا بيقولوا قطار السودانجا قطار السودانجا أيوة لأنه حقيقة يعني طبعا ارتباطهم مع مصر أقرب أقرب حكم الجغراطية حتى الوقت بزاتة لو لاحظوا أنه وخونا الحلفاوين يعني اللهجة المصرية واضحة جدا في كلامه ودي ما حاجة غريبة هم عندهم الامتداد هم عندهم الامتداد داخل مصر بطبيعة الحال القبائل الحدودية طبيعات كده بس في غرب السودان نعم في شرق السودان المجزيرة العربية يعني حتى غير الحلفاوين في أجناس سودانية تانية كانت رحي وانت ماشي جنويا حتى شاقيعة كانوا في السلاح الحدود يعني الذهاب إلى مصر بسبب ضيق الأرض الزراعية وضيق العيش بيخلي رجال يهاجروا المرأة تواجه بقى مصيرة تتولى كل شيء حسن دفع الله قال المرأة النوبية هو في نظره أكثر امرأة عاملة في كل السودان وممكن تكون عاملة تنافس في أفريقيا وغيرها يعني مثلا يعني لتأكيدا لكلامك النور هذا الإداري مش موظف دولة ده زول زول بحكم الدراسة بتاعته كده يعني مثلا براقب ليك موضوع الزواج دي كتابة بتاعت عالم اجتماع مناسبة مش أيزور بيكتب كلام زي ده يعني تتواصل إجراءات عقد الزواج وفقا للتقاليد النوبية تقوم سبع نساء بحمل قطح مليء بالفتة المكون من الخبز والحساء والأرز واللحم ويتجهن به إلى ضفة النهر حيث يتناولن جزءا منه ويقدفن ما تبقى في الماء لإطعام الملائكة ده الأسطورة يعني عندهم كده ثم يغسلن الجدح ويملئنه بالماء وتقوم إحدى النساء بإلقاء خاتمها فيه ثم يحملن القطح بعناية ويعدن إلى منزل العروس إيجي يوريك تفاصيل دقيقة جدا عن زواج النوبيين يا تعرف أنا جريب ده يعني بعد ما قريبت كتاب فترة كده فهم ضربت ليزوه قلت لي أنت موضوع فتح الخشم ده شنو فتح الخشم ده شنو قل ليه ملجوش البود ده قلت ليه لا الموضوع ده طلع النوبي كيف قعدت أجري ليه يعني مثلا بعد انتهاء الطقوس يخرج الحاضرون من الغرفة ويبقى العريسان منفردين يشرع العريس في مساومة العروس لتتكلم وكلما طال سكوتها زاد الثمن إلى أن يبلغ القيمة التي اتفقت العروس مع أمها عليها فتنطق وتسمى هذه العادة فتح الخشم يعني الزهر دي كان سكتت لها وقت طويل كده الزهر دي بتمشي شوف العين يعني الزهر ده بيدعاين في شوى الدقة هو طبعا في المنطقة دي الثقافة النوبية والطقوس النيبنية والعادات النوبية لأنه دي أرض النوبة لذا الأغرب من كده إنه هذه الثقافة وهذه الطقوس انتقلت جنوبا جنوبا يعني صح يعني منطقة الشايقية 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 ما عليش ممكن يكون طلعنا شوي لا 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 أثر الموضوع ده على الآخرين يعني الثقافة النوبية والمفردات النوبية موجودة في الساقية وفي الزراعة وفي البيت وفي الكده طبعا يقول لك مثلا الأرنق أيوة ويقول لك ملون الأرتيك ده الضقافة أيوة ويقول لك ما بعرف المتك دي أقول له كلام نوذي المتك دي ترعى يعني ترعى يعني يعني في ساق يعني تحيس أنت إنه هذه المفردات وهذه الثقافة سواء كانت في اللغة أو حتى في الممارسات صحيح في الطقوس صحيح المشي للبحر وعريسنا ورد البحر وشايق جراجد النخل دي كلها ممكن ترجع أنت إلى أصلها النوبي النوبي فحسن دفع الله طبعا ملاحظاته كانت ملاحظات دقيقة جدا جدا واستفاد حقيقة من تجربته ومن ثقافته أنثروبولوجية واضح 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 تسرب الخبر بتاعتوقيع الاتفاقية بتاعت 59 أيوه وبدأ يرقو الأستاذ حسن دفع الله بل كل حكومة عبود الردود بتاعت الفعل الأولى لأنه يترتب على توقيع التهجير مباشرة لفت انتباهه في الكتاب زيارة الفريق عبود أيوه وأنا بعدما أقول لك الجزء ده أريد أن أسمع منك برضه كيف عولج الأمر حكوميا على الأقل نعم بيقول أنه في صفحة 136 في الساعة السابعة السابعة من صبيحة 6 ديسمبر هبطت طائرة الرئيس عبود كان في معيته نفر من دوي الشأن من الوزراء منهم وزير الصحة المرحوم دكتور محمد أحمد علي نوب هو من أهالي حلفة استقبل الرئيس بحفاوة من حشد كبير تجمع بالمطار وفي الساعة التاسعة وفي ميدان وادي حلفة ووسط حشد عظيم تقدم الرئيس عبود بخطوات واثقة نحو المايكروفون ببزته العسكرية المميزة برتبة الفريق كان يحمل عصى أبا نوس صغيرة ويضع على عينيه نظارة شمسية كان وجهه الوقور دي كتابة أدبية دي مكتبت عن إداري هادئا ولكن سحابة من الحزن بدت عليه وعبر عن شكره للمواطنين على حسن الاستقبال وفيما كان يحاول الولوج في موضوع التهجير طغط عليه عواطفه فقال في صوت متهديج أثناء وجودي في الخرطوم دي كلم عبود كنت أسير الانطباع بأن وقع الحدث كان شديد القسوة عليكم فأرخيتم لعواطفكم العنال وفكرت في المجيء إلى هنا لأقف إلى جانبكم أثناء هذه اللحظات العصيبة ولكنني حين وقفت على أحوالكم وجدتكم في روح معنوية عالية تقصر عنها مشاعرنا الذاتية بالله هكذا تدرى شنو انت زيارة الفريق عبود رأس الدولة في موضوع التهجير والله أنا شايف في جانبين في موظف الفريق عبود وحكومته من هذه القضية هذه القضية الإنسانية الجانب الآخر إحساسك سوداني وتعاطف مع قطاع من المواطنين السودانيين حيفقد أرضهم ويرحلوا إلى مكان ما طبعا حتى هذه لسه ما حدد المواطن طبعا لسه حنجية الجانب الثاني إحساسه بأنه وهو زول سوداني سودان بيعرف ماذا يعني المكان بالنسبة للإنسان يا سلام الأرض الزاكرة الزاكرة التاريخ يا سلام الأجداد الأجداد دي كلها مختزنة في زين أي زول نرتبط بالمكان الارتباط بالمكان ده طبعا تاريخيا معروف يعني حتى في العصر الجاهل الناس بيبكوا على الأطلال الأطلال أيوة والمعلغات القرينان كلها بتتكلم عن الزهاب من المكان والحنين إلى المكان فدي مسألة كان وعبية هو كان وعبية تماما كان وعبية تماما ومؤثر عليه الرجل قاعد يبكي هو حقيقة كما قال حسن دفع الله إنه لما انتهدج صوته حسن دفع الله لاحظ من تحت النظار الشمسية دموع الفريق عبوت حقيقة وهو كان بيكون قريب لأنه هو الزهل ميداري يمه بدل معتمد ذاته وما كان عنده سبب يقول كلام زي ذلك عبوته عريق العاطفة عليه رحمه الله وهو بكى أكثر من مرة عندما جاي يقدم استقالته وسلم الحكومة والسيادة الدولة لمجلس الوزراء خطاب مشهور جدا تهدج صوته وبكى وقال أنا ما كنت في يوم من الأيام رائدي إلا مصلحتكم وإلا وبكى عليه رحمة الله فالكلام ده مسجل الآن موجود في شفاء الإزاعة بحكي بالتفصيل حينما يقول الفريق عبود أما بالنسبة لاختيار موطنكم الجديد فإنني أعلم بقبول المكان الذي تختارون أينما كان في أي بقعة من السلام وإنه لن يجبر أحد بالرحيل إلى أي مكان دون رغبته طاف عبود في كل القرى لقى الناس استقبلوه كويس لغاية هنا ما في مشاكل لغاية هنا ما في أي كلام عن المقترحات طيب يتكلم حسن ضفع الله المشاكل بتاعة الإحصاء والتعويض ضد الموضوع بنجيو أي المكان التي اقترحت المواقع التي اقترحت للنوبة كخيارات أيوة في مقابل هجرة من مناطقهم الخيارات كانت في الأول ستة خيارات طيب منطقة الكذرو هنا نعم شمال مشروع الجزيرة طيب منطقة مشروع المناقل طيب ود الحداد في منطقة السنار خشم الجربة واد الخوي في ضنجلة ده في منطقة ضنجلة دي لستة مواقع ستة مواقع عرضهم على النوبيين طبعا بميكانيكية معينة ولجان وغير وكده يعني يعني ما لم يفرط خيار على النوبيين الدوم ستة خيارات الدوم ستة خيارات طيب حسن سيد حسن بإداري بدأ يشكل في لجان وكده طيب المواقع دي هل قالوا ليه ما بعرفوها طبعا هل مشوا شافوها وبعد أيوة يعني نظمة رحلة نظمة رحلة لكل المناطق دي الستة المناطق الستة وشافوها كلها والتقوا بيهنا الناس ورحبوا بيهن ومرحب بيكم انتم معانا وانتم أهلنا وكده طيب دي حنجية وعادوا إلى بعد ذلك إلى حلفة حصلت مشاكل في شغل اللي يعني يعني حي إجرائية ذات جوال لن المدارين يصوتوا على المواقع الستة حصلت مشاكل حصل شون انقسموا يعني الانقسام حصل في المرحلة التانية في المرحلة تأيين مرحلتين المرحلة الأولانية الستة مواقع دي عندما حصلت فينا استشككوا في عملية التصويت بمعنى أنه والله كان يفرض أن تكون كل لجنة فرعية عندها ممثل واحد جاء بعضاء اللي كان الفرعية وبقت التصويت على على الخيارات خاضر إلى العددية وليس بالتمثيل للجنة وده أدى إلى أنه الاختيارات للمواقع دي كان خشم القلبة آخرة تقريبا يعني بدأ بدأ الصراع حول أمر شكلي في تمثيل اللي جان أيوة انقسم النوبيين نفسهم إلى العوزين كذروا اللي عاوزين والخويل صحيح هم ذاتهم ما اتفقوا صحبا نعم وطعا لكل مجموعة خيارات يعني اعتبارات نعم نعم بعدك إذا عمل تصويت تاني وصفت الخيارات في ثلاثة ليس فيها خشم القلبة بالله مستبعد من خشم القلبة نعم تماما أقرأ لك أيوة وإنت عارف كلامك سبعة اثنين واحد وتمانين لما نعملوا الانتخابات أيوة خيار شمال خيار منطقة الكدرو اتنين ألف وستة زول أيوة من النوبة خيار شمال امتداد الجزيرة جنوب الخرطوم ألف وتلتمية أربعة وخمسين فرد خيار واد الخوي سبعمية تلاتة وتمانين نعم خيار خشم القلبة تلتمية تسعة وأربعين خيار سنار اتنين خيار المناقل زيرو الممتنوع على التصويت مية ستة وعشرين يعني انتهى التصويت الأول إلى ترجيح خيار الكدرو واضح صحيح صحيح طعنه وشرحها صحيح قال الموضوع ده كان عنده اعتبارات نعم نعم يعني طبعا مصالح الناس واهتمامات تضاربت تضاربت وبعدين معرفت الناس بمناطق شمال السودان في بعض الناس اللي كانوا في اللي كان ما كل الناس اللي كانوا في حلفة بيعرفوا والله الكدرو دي وين طبعا طبعا أكيد أغلبهم ما شعفوا المناطق صح لكن معرفة الناس المثقفين في نون والناس المسنيرين والأقادو هذه اللي كانوا بيعرفوا انه الكدرو قريبة من الخرطوم فيها أرض زراعية منطقة شرق النيل دي قولها كانت عبارة عن أرض أرض زراعية ايوة لكن طبعا الدراسات أزبتت انه الأرض دي في المنطقة دي طبعا ده ما أثر كثير في التصويت ده في الكدرو قصدك بتاعت الكدرو لكن برغم من كده الكدرو جات من واحد وعدد الناس الفيها 2006 زول يعني شو غالبية غالبية لكن حسن قال دل غالبية نوعية ايوة ما غالبية عددية ايوة لأنه مثل قامس أهالي دي غيم أكثر تعليم فيهم التجار أهالي دي باروسا مش عالي فيه لكن لأنه القرى كانت يعني مثلا مجموعة من القرى عندها الخيار الفلاني تكون القرى دي أقل من القرى بتاعتها لعندها خيار أعلى ايوة يعني القرى التصويت بالقرى بممسل القرى هو الأدعي لهذه النتيجة اللاه ايوة لكن برضو نرجع ونقول إنه خيار خشم القربة مستبعد أضعف واحد يتخيل خشم القربة ما أخذ غير 349 في الوقت فيه الكدرو 2006 وشمال الجزيرة 1354 هو طبعا من الأشياء المهمة في الكتاب أستاذنا أنه هو قدر يحدد صراع المصالح بين المجموعات النوبية صحيح في اختيار يعني موقع التوطين نعم وقدر يفهم الدواعي كمان مش كده ديل عشان كده وديل عشان كده صحيح صحيح اللي حسم الخيار ونفضلي دقائق في الحلقة دي اللي حسم خيار خشم القربة منه أيوة حسبت الدولة ليه حسم مجلس الوزراء ليه في حدد من الاعتبارات الاعتبار الأول إنه خيار خشم القربة كان واحد من الخيارات ده واحد ده واحد رغم أنه أقل تصويت أيوة طيب لكن لا أقصد إنه في الأول أي ما اقترحه له كخيار مطروح كان موجود يعني ما جاء أو تفزو بلوزي موجود نعم ده واحد الشيء الثاني الخلافات اللي حصلت في الليجان بين الليجان خلت الحكومة اللي هي لجان ممثل القرى أيوة لجان ممثل القرى والكلام اللي قال الحسن تفعل الله عن أنه تضارب المصالح وأنه مثلاً شقورة نالت أصوات أعلى لأنه عدد أكتر ممثلين أكتر صح ده خل الحكومة تزعر بأنه الله ما بتقدر ما بتبقوا في خلافات زي دي ما بتبقوا تقدر تقولوا الله الخيار الفلاني أنا معاه حسب التصويت أنه خلاص الخلافات حصلت تمام ده الاعتبار الثاني الاعتبار الثالث أنه الدراسات بتاعت الدولة أيوة واعتمام الدولة بأنها تنقل الحلفاويين طالما أنها هي هتنقلهم من وطن إلى وطن جديد أي وطن جديد مفروض تكون فيه تلمية حقيقية وتكون فيه رفاهية وتكون فيه خدمات بحيث أنه المزألة تفوق ما كان يتلقاه أو يجده الحلفاويين في أرضهم القديمة تعويض ليهم؟ تعويض وجداني وتعويض إنساني يعني الحكومة رجحت خشم القربة كموقع لاعتبارات مبنية على دراسات نعم وكمان لاعتبارات مصلحة النوبة نفسها نعم ده المعنى كي أنا أقول إيه الحلقة دي انتهت أنا أعاوز بعد خشم حلقة اللي جاية تانية يعني بدت المقاومة لخيال خشم القربة بدوا يقاوموه وبعد كده نشوف إيه اللي جرى في قصة ترحيل أهالي حلبة أنا ممنون جدا للحلقة دي السابق شكرا جزيلا شكرا جزيلا استمتعنا جدا بالجلوس الله يبارك الله فيك إن شاء الله يعني الحلقة الجاية ورد 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 نواصل فيها اللقاء إن شاء الله الشكر كل الشكر لمشاهد الكريم هذه الحلقة الأولى هذا الكتاب يحتاج إلى عدد من الحلقات لأنه غطى كثير من الجوانب زي ما قال أستاذنا عبدالله بن عبدالله ليس فقط العمل إداري اليومي في تهجير النوبة من منطقتهم التاريخية إلى موقع جديد بل رصد المؤلف وترجم الأستاذ عبدالله أدق المشاعر الإنسانية التي رافقت هذه العملية الكبرى في تهجير النوبة من موقعهم إلى وطنهم الجديد في خشمال القربة نواصف الحلقة القادمة إن شاء الله هذه الرحلة رفقة صلى الله عليه وسلم في الختام تحياتي بالفريق العامل إلى أن ألتقيكم بإذنه تعالى السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة